أريد أن أذكر نفسي وإياكم بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجوا الإمام الحقاري في صريحه وكذلك الإمام مسلم للرواية أبي غريط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأولئي السبعة ومن قال أولماء هم ليسوا بسبعة أفراد وإنما أصناف من دخل في صنف من هذه الأصناف والسبعة أضله الله تعالى في ظل العرش يوم القيامة يعني السبعة بين ما فلان فلان سبعا فال سبعة أصناف والصف الواحد عدده لا يعلق به إلا الله سبحانه وتعالى والفرصة مفتوحة لكل أحد أن يدخل في هذه الأصناف السبعة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادي وشاق نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعاكم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاق الله ورجلان تحفى بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاض العينة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في سبعة أصناف ولما تعاني بالسنة تلقى تاني في أصناف دير السبعة في حديث أخرى من أنظر معزرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تجد بعض الأحاديثة تدور حول هذا المعنى وفيها بشارات لكن يجبين أن نقف هذه الأصناف السبعة وقفاته اتصر الإمام العادي إمام يعني حاكم نلقى بحاكم رئيس أو قاضي قال بعض العلماء أو بعضها للعلم ويقل بهذا كل من يتقاضى إليه حتى الوالد بين أبنائهم لعبل بينهم دخل بهذا الحجم تكون عادلاً في الدنيا في الفائدة المولة إثنين قال وشاذب نشأ في عبادة الله طبعاً المرصة التي ضيقة شوية قالوا كونه تبقى حاكم في الموضوع طويل نعص بها مشاكم طويل تدري ثم مشاكم بعدين دمرت في القمر كونه يكون همم تبقى حاكم دمرت قال إسحاب بن راهوين رحمه الله ذا صاحب الإيمان أحمد وقيل ما عمر الجسر أعلم من إسحاق بن راهوين نعلم الناس قال آخر أمراض القلوب خروجاً منهم حب الرياضة يعني كونه يتداد تكون ظاهر والناس عظموه وماشي مجايد واتفضل يا سعاته واتفضل يا الرئيس وأمش دمرت في القمر كيرف والعزة والجلال قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علقواً في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين فدي فرصة شوية ضيقة نقولها بيد الله تؤتي الملكة من تشاء وتنزع الملكة من تشاء هذا موضوع طويب لكن الفرصة الستة الباقية سهلة ونطبقه الله سبحانه وتعالى قال وشاق نشأ في عبادة الله الشاق من عمر خمسطاشر لحد عمر أربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة لحد عمر أربعين ده شاق الشاق كان نشأ في عبادة الله ذول كان بتاع معاصي لما تم خمسة وعشرين ستة وعشرين قاعد تاب ندل لما تم ثلاثين قاعد ندل تاب إلى الله سبحانه وتعالى وفيك الشاق ينشأ في عبادة الله كيف ينشأ في عبادة الله ينشأ في طلب العلم النادر يتعلم يهاجر للعلم المشروعي يدرس يقعد يتعلم إلى آخره شاق نشأ في عبادة الله تجده يقرأ كتاب الله الناس في الغنى الفنان غشيون شغالين بكم شباب يقفل في العربات يعالين بكم الفنان يموت تقسروا المطار تقسروا المطار أنا لا أعلم على مدين بيش مشاكل كتيرة جدا يجيبون الزكرة اللي شنوها معي يروكتوا في الواطر وعانوا في السرق مقعدينكم بها علاقة والواحد تشغيله قرآن مماثر تلقاه لابس في الزقار والأم وخاتسة معا بعد شوية دموع تسير تبكي ما لك ولك ساب البلد وانت هم تسيبه والبلد هم تسيبه برضه وانت قال نسيبه براه الناس كلها بتمره بتفارغ الدنيا أنا لكيت واحد بتسمع على البنان نذاته ورحمه الله وانت لاغا دوننا انت بتحبه قال لك هاي تحبه انت لاغا انت بتسمع عليه العبان يجيز نور ما تجيب له سيئات ويقبروا انت كان بتحبه يقول الله يرحمه ووكي فرغونا شو وانت يعمل قال لي صوته شفر تقص براه بات أنا بسمع عليه بسمع له موضوع طويل لكن الذي يطرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وتجده غاضا لبصري في زمن كثرت فيه الفتن فلانا الشباب ديل دعانوا من مشاكل قتيرة امروك من يقوم بصر الامو فيه شباب واحدين شغالين يدردموا واحدين شغالين حاجات شي حمر وشي ما لف لف مشاكل طويلة جدا شباب مرق من ديل القناة شغالين بالموبايلات داعليه فيه شوال شغالين والله يبرسي للك والديني شنوها بعرف بس اللو في الأفلام مرق من ديل يلموا فيه وحدين ثانين راح نفرق وراح على النادي وشتينه وضمنا الله مرق من ديل يلموا فيه وحدين ثانين والله أخر جبنا 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 لعدك البيت وراح الشاي ولا تنسوي برنابج فانكبدت نفسك في الجن الفجنين بشنينها الناس بجنين شو حسونا المجنون الماشي مستقيم ولا الزل بشغل الله حاجة تركيه رقص براه مجنون الزل الماشي عظيم ولا تلقى الرقشة ترجف براه من القناة تر مصائب تقيله والنبياء قال تعالى أَبَ مَنْ يَمْشِي مُكِبًّا على وجهه أَدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سوياً على صراط مستقيم فقول الشاب جاوز الفتن لكله ويستقيم على دين الله كن صاحب عظيم ويتعلم ويعبد الله سبحانه وتعالى كوالله الله وفّه وأراد به خيراً وسيظله الله في يوم يشتد فيه الحق على أهله المحشر إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى ثلاثة قالوا رجل قد كُهُ مُعَلَّقٌ بالمساجد دراحتوا في المسجد نسى الراحتة في الونسة خد راحتوا يكون في المسجد وقالوا يقرأ يستبدح يتيجي بدري ينظف المسجد وقالي وبعض الرئمان قال قلقه مُعَلَّقٌ بالمساجد ليس المعنى أنه ينقث اليوم كلهم في المسجد وإنما المعنى أنه إذا صلى صلاةً اشتاقت نفسه إلى الصلاة التي بعدها يا شبال في صوبه والفدراس فدراس في غيره لكن صلي الصبح قل الله يجيب الظهور صلي الظهور الله يجيب العصر برتاح في الصلاة قلّه برتاح أربعة قالوا رجل دعاته امرأة يعني مين دعاته مش فدعاته دعاته امرأة ذات منصب وجمال تخيل الأمر إذا قال ابن عسيين رحمه الله قال ذات منصب تؤمنه من خوف فضيح ذات منصب وذات جمال ترقبه في المعصر لذا أي إنسان تاريح سياء الله بالمعصر يجيب كن خائف من الفضيحة قلوا الوقت ما جميلة حوصوا معه ما بيشتغل بالمعصر لكن هي ترقبه بجمالها وتؤمنه بمنصبها قال وهو يريد المعصر خشاب له شهر يريد المعصر لكن الذي حجزه من المعصر أنه يخاف الله يعني مدعي المعصر لكن الحجز أنه يخاف الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى بين الجنة هي المعصر ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله خمسة ورجلان تحافا في الله ممكن يمره قل لك أخبثة للشباب للأراف المشب هذه الحقوة كذلك تلحبها أدعي الشباب أن استغاموا الله تدخلك في الفضل وإما الفرصة الثانية رجلان تحافا في الله لو عمرهم ثمانية سنة الجماعة من الحب في الله سبحانه وتعالى ليس دونيا ليس يريدوا الله يرامنا تلعاك في القرى ومشبه لما تحافا في الله ويتكيف الأفلام ولك فلاتنا نشوف وارتح لك الله فاتح عنه الشركات ومخازين بيناس يحبوا الزور بيناس يحبوا عشان الجنس بيناس عشان اللون بيناس عشان التعامل معاملة كويسة لا لأنك تحافا في الله أي في دين الله سبحانه وتعالى أي تحبه لإيماني وعملي الصالح بعد أن المحبة تكون مبوضة موش يحبوا لما يتعلق بيه لما يشرك في الله سبحانه وتعالى لكن إحنا منحبه في الله الشدائد بتنادي منه بنادي وهذا دي ما محبة في الله دي محبة مع الله سبحانه وتعالى يحبوا لما يتعلق بيه يناديوا في الشدائد ويراحت منه حاجة ماشي أفلان حوضي الراجع وفلان بتيني حجاب يعمل لي تلك وفلان عادي تبيوا دي ليست محبة في الله وإنما محبة مع الله قال تعالى ومن الناس من يتعل من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد بحبا لله والكلاب دائما الحمد لله ما زدها الله عافظه لكنه مش بعض المساجد ممكن تتكلم في أي موضوع ما زور في الضائف مجرد ما تجبي الموضوع هو هالي الناس في الضائف يعني تقول للناس نادوا الله سبحانه وتعالى ما تنادوا جبريل عليه السلام ولذي كلام أكسمح نقول إذن جسودان بنادى جبريل عليه السلام كلامه انظريت يا مولانا ولأنا نادوا الله سبحانه وتعالى ما تنادوا إبراهيم عليه السلام لكن هنت سمعت أقول كاتب الحاق للإبراهيم عليه السلام الحائلة اذ كلام زيداه Мы 그러نا de قبقتهم الوين كلامه M fruitsham سنزل لهم شوئ ولو نادو الله سبحانه وتعالى ما تنادو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سنزل لهم تاني كوقات لو نادو الله ما تنادو الأئمة الأربع تنادو الإمام مالك ولا الشافعي ولا آبا حنيفة ولا الإمام أحمد نادو الله سبحانه وتعالى unراك twois OuG سنزل لهم شوئ اغلالها كلهم نادوا الله ما تنادوا شيخ خلان تذكر اسمه بهيجوا كلهم لك اهام تجايبه لشوف في داعات سجيبه قبل في جبريل عليه السلام يسقطوا لما نجوا في شيخ خلان يهيجوا ولك نبسه طيب التغطيته في جبريل ليه عليه السلام لك جبريل تمان نبسه والتنادوا الله ما تنادوا جبريل طيب السنادوا الله ما تنادوا الشيخ تنبس بها ظلوح يهيما قلنا الشيخ في النار والشيخ كالتالبوتة تنبسه لكن نادوا الله ما تنادوا الشيخ لتزاعي المسلم لكن لأنه في محبة في القرب والآن الدول لو راتب عربية هايز ولا غيرة فعلينا المساعد جرى الباب قبل أصبحوا أن في النص نص غمر هو الدكتور بيها بش راسه يكون غامران بيها بش ريبله يكون غامران بيها بش يده فوق العبل يكون غامران يهيما لحد ما يصل لطبع السبير هو المطبوبة الكبير في النص يهبش السبير يكون غامران يهبش البعض يبدأ يفتح شوية شوية يهبش البعض في النص الطب ذاته بنوض طوال كوني لأنه دمحا للمرض يبينك الرأس ما تبوره الآن الناس كثير منهم يتكلم في السياسة وهذا الرئيس ثم إنه ولا تؤدي أنه ده كلام في رئيس بل بره يقول لكم الله الشجاع عامونا الله يمتخاف مصيح تتكلم في نعيب فالكورة وهذا اللاعب الهلالات إلا ناس اللي يقنع لهم من ريخ يمرون متكيفين تتكلم في أي موضوع في الشيعة يمرون متكيفين فالكلامك سبع الله الشيعة قالوا القرآن محرم تجيب في طائمة معينة ولكن تتكلم في الناس ما نكون معنا الناس في الرئيس ما نقول لكم ما نكون معنا الناس معينه الرئيس ناس لكن لأنه قوابك مداي لأنه ما عصوبك ويقول لكم يا الله إذا هدوا أحد اتيهني أخذ اتيهني أخذ ناس زيب قالي واحد يقيت ويقول والظالم قال لي 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 الله يشيلوا مبره بس وشناحة يقول الله يهديوه قال لي لي أخو ما يهديوه بس يشيلوا مبره بس في ده الكيف لكن في مسألة العقيلة ما عليش أنا مهيفة في النقصة لأنه مهيفة جدا ولأن هذا كثيرون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى النوع السادس قبل الأخير قالوا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا ولذلك الإخلاص ذلك التوفيق الذين تلقوا بالشرف كوي لكن لما نبعد بينهم بين الله سبحانه وتعالى كما قيل عن السلف أنهم ضحاقون بالنهار بكاؤون بالليل الناس يذكوا بالليل يخافوا الله سبحانه وتعالى ويعظم الله سبحانه وتعالى حتى قال ابن الجوزي رحمه الله قال لأن عمر بن الخطاب وصف فيه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا أبيض أمهر يعني شديد البيض وكان كالسلغية وكان طوالا وكان خفيف العارضين وكان في عينيه حمرة وكان تحت عينيه خطان أسودان من المكاء بعد وصفه تمام قال عينيه فين حمرة شرار شرار من القوة بتاعه وكان لا تحت عينيه في خطان في خطين أسودين من المكاء يبقي من خشية الله معينه قوي حتى جاء حدهم فقرأ عليه قول الله تعالى من سورة الإنسان وهو رب العزة والجلال يتكلم عن الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان لزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا مستطيرا يعني منتشرا فلما فرح هذه الآية خرى باكيا فصاهوا يعودونهم في دارهم شهرا شهر جامل بزوروه ليس به مرض إلا الخوف من الله سبحانه الله آية بس فالقذة شهر وغير من السلم حيث لما تخلو بنفسك يذكر المعاصي الزنوب والغفلة وفي موت وفي قبر وكذب يأخي واحد اسمه عطاء عطاء الخراساني رحمه الله دا بيسيرتو آل مكثة في المسجد أربعين سنة لا يخرجوا إلا لحاجة فبعملهم كاربهم صاروا كتير بس ياهم شي بسيط بعدين قال فلما خرج قال صاحب له من خلفه بعد صلى يوم ومره واحد وراء بشاق الفين قال يا عطاء إلامة الغفلة وملك الموت خلبنا قال لي تغاف اللي امته قولاً من الجانب قال لي تغاف اللي امته والموت خلبنا قال فخر مغشياً عليه وقع بمران وكانوا هكذا يخافون الله ويعظمون الله سبحانه آخر صف ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ودين هذا العديل كالف الزمن إلا من رحم الله سبحانه الله أيضاً ما يمسر إلا من رحم الله دار يشكرون شفت يمسر عليك يا عزاق دين تصدق أها الموبايل يقيتوا كيف بذلك الهدية يقيتوا كيف سنح وإلا ما سنح كده يجربوا ورجع ليه ينظم الثاقين والله إلا 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 بك إجيب لهم حاجة إرخي أضان لا إلا تشكروا قال ابن تيمية تتصدق ولا تنتظر حتى قول جزاك الله الخير بذلك مات الخلافات تصدق كلم تبقى مالك أول وما تلتفق وإن مجنون تصدق مع الله سبحانه وتعالى وتجتيج إلى هذا الأمر هو المن موجود فالله تعالى يقول يا أيها الذين أمروا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنمي والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا ينفق بالله واليوم الآخر فالإنسان يتصدق ويقصي صدقته واصفاع إلى ذلك سبيل أصلى الله بيصنعك بالصوص والتعورة ويوفيقنا وإياكم وإنسان يتصدق ويوفيق وإنسان نعم 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 فالشيخ جزال الله خير أعلم على مسألة إنه بعض الشباب بجوا المسجد وقال بكون حلالات مراسلوا مخالفة طبعاً دي الإمام النوي بوبلها أولى عقون الإمام الذهبي رحمه الله في الكبائد بوبلها باباً في القزع 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 أن تأخذ بعض الشعر وأن تضع وأن تدعشه البعض الآخر لكن الشباب السيدين أن بيجوا المسجد بيهم خير دوشنوا يتلطف به فاستطاع إلى ذلك السبيل لأن كون الشاب لمعلي اتلاعات والأول يجي المسجد دوالله بيهم خير كثير فلا الناس تجيبوا بالذي أحسن والطائق جاء واحد يجار في مسجد في الخرطوم جاءهو بالجريدة دو من ثلاثة سنة فنان فنان دا وهم شهور كده عنده صلعة بغني مشكلة وما مشكلة تعلم بعدين الفنان دا جاء المسجد وجصل وكذلك أغاض الصليت كذلك ما شهر القتام في الصفة الأول جزاء الله خير حاجة كويسة فبتوالي فلاحس قال له التفاسل أرجع واما أرجع قال للإمام تفاسل أم لا فاسل مش الإمام أفضل تصلحها شوية قل له أكبر أفضل أفضل ديتالعكين قل له أم والطبقه شوية قال له الله صح كلام صح والله فاسل أرجع 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 قال له واحد جاء واحد يجي إلا يعني زيداه مدجة المسجد بعد صلاة النجوة ذات الله خير وقرط ما مشكلة إن مجيس المسجد جويس جدا وإن شاء الله عزلنا نشرب معنا شايب على المغرب أشرب معنا شايب يومين ثلاثة قلنا صوتا جميلة ما الشغل في القرآن زيد بن مسعود رضي الله عنه مر برجل يقال له زادان ذا من التابعين صوت جميل وشاء العود بغني والشباب ملمومين فقال له ابن مسعود ما أجمله من صوت لو كان بكتاب الله وإذا لا صوت قد جميل جمال فس شغلوا بالقرآن الناس بتخشى فالكلام ذات تغفير بن مسعود مشتوية فقال الرجل من هذا الرجل قال ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى العود ثم ذهب فبكى في صدره مسعود بن مسعود قاعد قال فوعظه فصاب من أئمة الناس حتى ببعض القدو تلقى في بعض الأسانين عن زادان فيقى عالم لا تنمره وحاديثي ضايدين شنون يعني جزاك الله خير للتنبيه لأفين ضايدين الناس يتلطبون ما تقول بشاعرك في صبانو والجابة والجانب شنون والكريب لأو إنه ودوه لترخير أفين شوية في الموضوع ده إن شاء الله بيجيح لك أرد الله اشتركوا في القناة